الصراع بين رئيس الحكومة ومكتب الرئيس يعود إلى الواجهة مجدداً يأخذ هذا الصراع شكل خلاف إجرائي يتعلق بآلية استيراد المشتقات النفطية الذي يدخل فيها نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادي أحمد العيسي طرفاً رئيسياً فقد أعلنت الحكومة التي يتواجد جزء مأذن له منها في عدن أنها بصادت دراسة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى البلاد الجزء الأساسي فيها يتمثل في نقل صلاحية الاستيراد من اللجنة الاقتصادية التي أشرفت على هذا الموضوع على مدى الثلاثة السنوات الماضية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى صراع نفوذ تغذيه أطراف عديدة أبرزها الإمارات والمجلس الانتقالي الذان يتدخلان كطرف مساند للرئيس الحكومة متوسلين الموضوع الأكثر حساسي وتأثيراً في حياة الناس والمتعلق باستيراد المشتقات النفطية هذه المرة تطور الخلاف إلى اتهامات علنية بالفساد ففي حين ترى الكتلة الحكومية الموجودة في عدن أن احتكاراً ضاراً وتلعباً يمارسان في تجارة واستيراد المشتقات النفطية وفي أسعار الوقود وافتعال الأزمات سارع أحمد العيس الذي تقوم شركته بمعظم تجارة المشتقات النفطية إلى نفي احتكار شركته لهذا السوق العيس اعتبر أن اتهامات كهذه تمثل ذراً للرماد في العيون وعبر عن الأسف للجوء رئيس الحكومة لمواصفه باختلاق معارك وهمية بغرض إشعال الرأي العام وتخديره برفع لافيتة كسر الاحتكار ومكافحة الفساد بينما حكومته غارقة في الفساد وفقاً لتصريح أدل به العيس للعرب الجديد وكانت حكومة معين عبد الملك سعيد قد قررت أواخر العام المنصرم إتاحة الفرصة لجميع التجار لشراء النفط ودراسة مجموعة من البدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لكن العيس لفت إلى أن الحكومة جربت التعامل مع شركة أخرى شهر يناير الماضي واشترت بفارق 60 دولار للطن الواحد ما اضطرها إلى العودة للشراء من شركته العيس استبعد وجود صراع بين الرئاسة والحكومة ملخصاً ما يجري بأنه يتعلق بعدم تسديد الحكومة مستحقات شركته البالغة أكثر من 150 مليون دولار والتي يعود معظمها لشركات خارجية ما اضطر شركته إلى التوقف عن تمويل الكهرباء حتى يتم تسديد جزءاً من هذه المديونية